ومرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم ببساطة هوليك الحل اليوم الحل رح يكون عبارة عن متاهة المتاهة هذه تبدأ بسؤال السؤال أين المفتاح كل واحد فينا لو يسأل هذا السؤال لكن تختلف العبارة واحد يقول لك كيفاش نعيش حياة سعيدة واحد يقول لك كيفاش نحل المشكلة هذه واحد يقول لك ولدي عنده 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 يجبد لك الكثير والكثير من المشاكل واحد يقول لك الآخرين وصلوا ونجحوا وكانوا معايا في نفس الترتيب لكن هما وصلوا وأنا ما وصلتش تختلف الأسئلة لكن نقدروا نلخصها كل في أين المفتاح وين هو المفتاح اللي نقدر نحل به هذه الأبواب ونوصل به للحلول اللي راني نحوس عليها وين هو المفتاح اللي نقدر نوصل له للبر اللي راني نحب نوصل له رح نحكي لك حكاية وهذه الحكاية رح تتجسد أنت وسط الحكاية وتشارك معايا الحكاية لما تتشارك معايا الحكاية رح نقدر ونوصله ونعرف وينه المفتاح لكل التفاصيل وكل الأسئلة ونجاوبه عليها لسألناها في البداية في أحد الأيام وانت رك ماشي في الطريق وانت ماشي لقيت واحد الشيخ كبير قاعد يحوس أو يبحث أو يفركت بكل العبارات وهو قاعد يحوس يحوس على فتتوقف بكلنا كلنا لما نلقو واحد يحوس على حاجة وخاصة لما يكون شيخ كبير عندنا هذا الجانب الإنساني نسألوه قال لي الحاجة على وش رك تحوس وعلى وش رك تبحث يقول لك وليدي والله يطح لي المفتاح تعد دار انت مباشرة وش رح تدير رح تبدأ تبحث معاه برها من الزمن وانت تبحث معاه تشوف هنا تشوف الهين في كل الشارع شفت قبل شفت بعد ما لقيتش المفتاح السؤال الثاني نسألوها عادة تنكي نحود ونبحثه مع شخص تقول له يا الحاجة وين طح لك ايجزاكت وين طح المفتاح يقول لك أوليدي ولا يا بنتي المفتاح أطح لي لداخل في الدار فأنت ضيعت وقت كنت ماشي في طريقك ضيعت معاه وقت وانت تبحث ومبعد تلقاه وكأنه يستهزئ بيك يقول لك أولي طح لي في الدار فمباشرة تتباشر بالسؤال وانت في نوع من القلق الحاجة أنا من الصباح ونحوس معاك ومضيع وقتي ومبعد تقول له المفتاح أطح في الدار فيجاوبك ببرأة الشيوخ بطريقة عادية يقول لك يا وليدي ولا يا بنتي لداخل كينا الظلمة وهنا البر كينا الظو يعني يكون نفرقت لداخل من نلقاشه ومن هو أن يقعد نفرقت لبر فأنت تفهم ولا ما تفهمش ولا تضحك ولا تقلق لكن هذه الحكاية هي الإجابة على كل أسئلتنا كلنا رأنا ديرين كما هذا الشيخ كلنا خارجين البر المفتاح طح لداخل في الدار في الظلمة ورأنا خارجين البر ونحوسوا عليه نحوسوا عليه عند الطبيب نحوسوا عليه عند الصديق نحوسوا عليه عند الأستاذ نحوسوا عليه عند إكس نحوسوا عليه عند الإجريك نحوسوا عليه في الأنترنت نحوسوا عليه في المقاهي نحوسوا عليه في المسارح نبحثوا على كل أي قشة نقدر ونبحث وتحتها هل يوجد مفتاح حياتي هنا هل يوجد مفاتيح إشكالاتي هنا وهي في الأصل كلها في داخلنا كلها في الظلمة لرأي الداخل لو تشوف السكون الموجودة لداخل والظلمة الموجودة لداخل وتبحث في طيات داخلك ستجد كل المفاتيح علاش دائما نسألوا علاش ودائما نحوسوا على العلة الله سبحانه وتعالى أعطاك السر وإعطاك الإجابة واضحة وصريحة وبينة يقول لك لا يغير لا يغير لا هنا هي في اللغة العربية لما تسأل أناس اللغة العربية يقول لك لا يغير معناها شاملة تشمل كل التفاصيل لا يغير الله ما بقوم حتى الماء هنا هي عبارة شاملة تشمل كل التفاصيل المادية والمعنوية والنفسية لا يغير الله ما بقوم حتى حتى هنا في اللغة العربية حتى شرطية معناها الله وضع لك شرط باش تتغير التفاصيل ويتغير كل ما يحيط بك حتى حتى واش حتى يغير ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى ما قل لكش حتى يغير ما بأجسادهم ما قل لكش حتى يغيروا من تفاصيل لباسهم ما قل لكش يغيروا من تفاصيل جسدهم مع أن هذه مهمة لكن تأخذ الأهمية البسيطة مقارنة مع ما يتغير في مستوى النفس لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنفسهم في أنفسهم هنا ما تسمى من أفكار وما تسمى من مشاعر وما تسمى من حيثيات تستطيع أن تتحرك على مستوى الميتافيزيقي ما تتحركش على مستوى الظاهر تتحرك على مستوى الداخل الله سبحانه وتعالى أكثر من الرسائل لنا في الحياة أعطانا رسائل عديدة لما نعطيك مثال بسيط من الرسائل لتعرف من خلالها أن الداخل هو الحقيقي في إيجاد المفتاح مهما مشيت في حياتك ونت تتفركت في المفتاح البر أعرف أن البر أو الخارج ما هو إلا صورة للداخل لن تجد في أقدارك إلا ذاتك أقدارك ما هو مقدر لك لن تجد في أقدارك إلا ما هو موجودك في ذاتك الإمام الموردي قبل الملايين من السنين وش قال؟ قال لك القدر موكل بالمنطق القدر مربوط في المنطق ما هي المنطقة عن الرياضيات منطق ما ننطقه بألسنتنا هي قدرنا موجود في لساننا ما نحضر من الأشياء التي نتكلم بها الأشياء التي نتكلم بها منين جاية؟ جاية من الأفكار جاية من أنفسنا شوف الأشياء والتفاصيل التي تتحدث فيها حياتك كل ستجدها أمامك في قدرك الآن ما عليك في هذا المثال البسيط إلا أنك تنتبه معايا في هذه الرسالة لما كنا صغار و بدينا نتعلموا علمونا في الإجابة على كل الأسئلة من بين الإجابات اللي نستعملوها نستعملوا عبارتين نعم و لا واستعملناها لما كبرنا يقول لك أجب بنعم أو لا لما نروحوا ندقوا في النعم و لا ورسالة الله سبحانه وتعالى لأنه رب سبحانه قال لك إن كل شيء خلقناه بقدر يعني كل شيء مخدوم على الشعرة كل شيء مخدوم بتفصيل نعم و لا توجد في داخلي وفي داخلك وفي داخل كل الناس نعم باش ننجح نعم باش نتطور نعم باش ننجز نعم باش نحل المشاكل نعم باش ننضبكري نعم باش نقضي القضية الفلانية نعم باش نساعد فلان نعم باش نساعد روحي نعم 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 توجد الكثير من النعمات لكن في الخارج توجد الكثير من اللاءات لا تستطيع لا ما تقدرش لا صعيبة لا مستحيلة لا عيب لا 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 وتختلف اللاءات باختلاف الأفراد المحيطين بك كل ما كانت عندك نعم باش تدير يجوك الأشخاص الآخرين ويجيك المحيط يقول لك لا ما تقدرش الآن أروحنا وياك نحسبوها رياضيا قبل كيكوننا صغر كان يحطونا قيمة من هنا وقيمة من هنا ويقول لك حط الإشارة المناسبة هل تساوي ولا أكبر ولا أصغر لما نحطه نعم ونحطه لا ماش تقدر تحط بيناتها هنا نحطه أكبر ولا أصغر ولا يساوي أكيد رح نحطه أكبر نعم فيها ثلاث حروف ولا فيها حرفين وابحث في كل لغات أهل الأرض وي و نو ياس و نو فاركت في التفاصيل اللغات القديمة النعم حروفها أكثر من اللا ما هيش جات اعتباطا ولا جات عشوائيا الله سبحانه وتعالى ما يقلقش حاجة كاك نعم تملك ثلاثة حروف ولا فيها ثنين هل لقيت في حياتك بأنه ثلاثة أقل من ثنين مستحيلة نزيد نعطيك حاجة وحد أخرى إضافة إلى أنه ثلاثة أكثر من ثنين الثلاثة فيها نقطة نعم فيها نقطة ولا ما فيهاش معناها وش حبي يقولك معناها نعم نقدر ننجز النقطة هذيك وش هي هي التميز معناها مش ننجز فقط وش كاين في داخلي ننجز وبتميز وبإبداع لازم نحط حاجة يسموها البصمة الله سبحانه وتعالى لما دارك البصمة ما مشي بش تبصم بها في الكارت دار هيك بش تخلي في الحياة وانت ماشي تخلي لطرس تاعك تخلي الأثر يوجد الملايين من الناس مرت على هذة الدنيا ولم تذكر بصح كينا ناس اليومنا هذا نمشوا في اللافتات ونمشوا في تفوت على ثانوية تلقاها باسم مجاهد تلقاها باسم عالم أذوك الناس هما ناس اللي يخلوا الأثر خلوا راهم لطرس تاحم هل أنت صنف نفسك هل أنت مع الناس للسبهل اللي يولد وكبر وعاش ويموت وانتهى أولا مع الناس اللي نعم تاحم كانت نعم قوية كانت نعم تصنع المعجزات لما نرجع الروح والمثال ليس ببعيد نرجع سنوات إلى الماضي 45 سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية ألمانيا دمرت نهائيا مبقاش فيها كانت فيها حرب عالميا دارت ثم في ألمانيا لما دمرت ألمانيا بعد ما انتهت الحرب القائد الألماني ثم قال لهم عبارة جمع الشعب الألماني ألمانيا لا تملك لا بيترول ولا غاز ولا 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 ما عند حتى مقويمات اللي تخليها تكون دولة قوية قال لهم تملك ألمانيا شيء لا يملكه العالم فحار الشعب كل ما يوجد عند العالم ما عندناش فقالهم نحن نملك الجنس الآري اللي يسكنوا في ألمانيا يسموهم الجنس الآري فالجنس الآري هذا الصيفة اللي فيه كان يتحدث مع العقول كان يتحدث مع الداخل قالهم الجنس الآري يستطيع الوصول إلى تحقيق أشياء لا يستطيع تحقيقها جنس آخر فهذا القناعة وهذا الكلمة رجتها من الداخل حركت دواخلهم فخلتهم وناس ينجزون ويطورون ألمانيا بعد ما كانت دمار وتوصل إلى موصلة إليه ألمانيا على كل النواحي الآن أشكركم جزيلا شكر على استماعكم ومشاهدتكم نلتقي بحول الله في عدد آخر من برنامجكم ببساطة هاوليك الحل